اه اتكلمت مع حضراتكم في الموضوع ده بس حرصدهم لكم بقى رقمية وليد اه ازارو مرشح ان يكون الافضل في تاريخ مهاجمين الدوري المصري الاجانب اه من ساعة 48 هو كده متساوب في الاهداف مع جون اوتاكا لعب النادي الاسماعيل اللي سجل 17 هدف وامادو فلافيو اللي سجل نفسه عدم الاهداف ولكنه مش في اول موسم لعب فيه اه ميزة ازارو انه متفوق على ثنائي ده انه متمكن من الوصول للهدف السبعتاشر في اول موسم ليه مع النادي الاهلي وطبعا بامكانه انه يزود الغلة التهديفية في الفترة اه اللي جاية اذا استمر على هذا المنوعات طبعا فيه ظروف كتير جدا مختلفة اه كان قابلها وليد ازارو فكان ما كانش موفق خالف حقيقة فينش الاخير ما كانش احسن حاجة اه كان عنده مشاكل كتير جدا فيه الـ 18 اه الانسجام الفرقة كبيرة التعاون تعاون ها حط تحت خط تحت كلم التعاون دي مليون خط اللعيبة والفرقة المحترمة اللي بتعاون بعضها واللي عايزة تكسب بتفرق كتير قوي عن اللي بيغلوا على بعض واللي ما بيحبوش يلعبوا البعض وما يحبوش يعدوا حد فرقة النادي الاهلي طول عمرها فرقة متعاونة مع بعضيها يخش عليهم عنصر جديد يخش عليهم عنصر اه يعني اه اجنبي بيدولوا كل المساندة وكل الدعم علشان يوصل للمستوى اللي حضراتكم شايفينه ده وليد اظهروا كمان اعتقد انه مرشح يكون موجود فيه منتخب المغرب في الفترة اللي جاية واذا رحل لانه هو طبعا هو لعب ماتش ودي دولي مع المغرب قبل ما ييجي اصلا النادي الاهلي فهو مرشح بقى بعد ما هدفت دوري المصري انه بقى موجود اكيد مع المنتخب المغربي في الفترة اللي جاية اذا ده حصل شوفوا النادي الاهلي الوضعية بتاعته هتبقى عاملة زي وشوفوا النادي الاهلي كان اشترى بكام حيبقى بكام وهتبقى هنا وجهة نظره هي الصحيحة وهنا هتبقى وجهة نظره هي السليمة بنسبة 100 في المية وانا واحد من الناس اللي كنت امتقبت ازاره هي بشد على مستوى اداءه وعلى مستوى الفينيش الاخير تطوره في المستوى بالشكل اللافت ليه النظر ده يجبر اي حد انه يضرب له تعظيم سلامه وتراجع حتى كمان عن نقده لانه فعلا الموضوع ما هواش عند ولا ولا مكابر هو مهاجم مميز وحصل له تطور كبير جدا جدا في المستوى